الرئيس السيسي يصدر قراراً بترقية اللواء العصار إلى ردبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل الخارجية الأمريكية تؤكد رفض كوف كل التدخلات الأجنبية في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار منظمة الصحة العالمية تؤكد أن تطوير علاج لكورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار الثامنة مساء السادسة بتوقيت جرينيتش موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وفي البداية مشاهدينا نذكر حضراتكم بدرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حماية للأهل وللأحبة ولوطننا الغالي مصر أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بترقية اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى لرؤدبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تفقد دكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار عدداً من الفنادق السياحية بالساحل الشمالي واطمأن العناني على الإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق كما تفقد العيادات الطبية الموجودة والطاقم الطبي الموجود بها كان وزير السياحة والأثار تفقد مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح متحفية مطروح القومي وكهف رامل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار لإعادة افتتاحهما ضمن قرارات مجلس الوزراء بعودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو أصدرت محكمة تركية أحكاماً بالسجن مدى الحياة على 121 شخصاً بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة في 2016 شملت الأحكام للسجن المشدد مدى الحياة بحق 86 متهماً لإدانتهم بمحاولة انتهاك الدستور والسجن مدى الحياة بنفس التهم بحق 35 شخصاً يعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعاً عاجلاً بمقره بأديس أبابا عبر تقنية الفيديو للنظر في تطورات مباحثات سد النهضة المتوقفة وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية فإن الاجتماع يرأسه سارل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي ويشارك في الاجتماع أعضاء المكتب الاتحاد الحالي وهم كل من مصر ومالي وجمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا بالإضافة لرئيسي وزراء السودان وإثيوبيا أكدت الخارجية الأمريكية معارضة كل التدخلات الأجنبية في ليبيا داعية إلى الوقف الثوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وأشارت الخارجية عقب لقاء مع داخلية حكومة الوفاق إلى ضرورة ألا تخضع قوات الأمن لأي تهديد من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب وأشارت إلى ضرورة استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الميليشيات محذرة من أن الميليشيات التي تعيق الحل ستخضع لعقوبات أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة وجود جدوى لأعمال للتصدي للأزمات وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وخلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو أشار ماكرون إلى القدرة على تحقيق تقدم مع روسيا من جانبه قال الكراملين أن بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا وبدء الحوار أعلنت الحكومة العراقية تعتقال أشخاص متورطين في استهداف المنطقة الخضراء والصفارات الأجنبية مؤكدة أنها دهمت مقرات حزب الله لوقف استهداف المنطقة وأضافت أن الأجهزة الأمنية رصدت مقطة لاستهداف مقرات حكومية لافتة إلى اعتقال 14 شخصا في مقر حزب الله وضبط قواعد لإطلاق صواريخ من جانبها شددت قيادة العمليات المشتركة على تمسكها بمواصلة تحقيق الأمن وإسناد الأمر إلى السلطة المختصة قالت مديرة الصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان وأضافت جيورجيفا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تقون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار لافتة إلى أنه لم يتم الوصول بعد لتلك النقطة وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80% من قيمتها شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في المزيد تابعونا دوما على extranews.tv شكرا لكم